تمكن فريق ريد بول ريسينج بسائقيه ماكس فيرستابين وسيرجو بيريز من تحقيق المركز الأول والثاني ضمن الحصة التأهيلية وذلك يتأهل الفريق للانطلاق أولاً ضمن الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للفورميلا 1 من خلال سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلا 1 في حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط وسيتمكن سائق فريق ريد بول ريسينج ماكس فيرستابين يوم الأحد من الانطلاق من المركز الأول المكون من 57 لفة بعد أن سجل أفضل توقيت بينما زميله في الفريق سيرجو بيريز سينطلق من المركز الثاني أما المركز الثالث فكان من نصيب شارلز ليك ريك سائق فريق فراري كانت بداية صعبة أمس واليوم بعدم إيجاد إيقاعي لكن لحسن الحظ نجحنا في حل الأمور في التجارب التأهيلية إنها مفاجأة إيجابية بانتزاع مركز أول المنطلقين بعد معاناة في التجارب الحرة ترجمة نانسي قنع